تمكنت الإدارة العامة للمرور من رصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أكثر من 2278 مخالف التجاوز خاطئ من مسار الطوارئ والوقوف صف ثاني في الإشارات الضوئية والتقاطعات خلال الشهر الماضي جاء ذلك في إطار دور الإدارة العامة للمرور في تنفيذ القانون وتحقيق السلامة المرورية وأكدت الإدارة العامة للمرور بأنها مستمرة في تنفيذ القانون ورصد المخالفات التي تتسبب في تعقيل حركة السير بالمسار الصحيح والحركة المرورية بشكل عام داية جميع السواق لأهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية حفاظا على سلامة ومصالح جميع مستخدمي الطريق